قبل ما ادخل بس في ملف التحكيم كابتن أسامة ممكن فيه خبر مهم جدا وتصريح مهم جدا نهاردة رئيس شركة العاصمة الإدارية والمتحدة للرياضة كانوا فيه زيارة لتدريب منتخب مصر نهاردة بالتأكيد حرص المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية ومحمد يحيا لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة والمهندس صيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة إستداد واللواء أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد القرى على التواجد في مران منتخب مصر الأول بقيادة توأم حسام وابراهيم حسن خلال التدريب المقام باستاذ مصر بالعاصمة الإدارية أشهدت توأم حسام وابراهيم حسن باستاذ مصر بالعاصمة الإدارية والتأكيد على إمكانياته الكبيرة قبل استضافة بطول التكأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا ونيوزيلندا وتونس بالإضافة إلى مصر ووجه خالد عباس التهنئة للتوأم بشأن تولي تدريب منتخب مصر والتأكيد على جاهزية العاصمة لتوفير متطلبات منتخب مصر خلال بطولة كأس عاصمة مصر لخروج البطولة ومباريات المنتخب بشكل مشارك ضمنا طبعا الصورة هي نهاردة من التدريب الرئيسي لمنتخبنا الوطني كل التوفية رب لكل الجهات للخروج بشكل مشارك يليق بالكرة المصرية كابتن أسام